اشتركوا في القناة خلال العام الدراسي 1971 اول جامعة في اليمن انيط بها مهمة اعداد الكوادر المؤهلة والمدربة التي تسهم في عملية التنمية بمختلف المجالات وقد بدأت الجامعة بتخصصات محدودة الا ان تطور الذي شهدته قد عاكس دورها في تلبية متطلبات المجتمع من خلال التوسع في الكليات والتخصصات حتى شملت كثيرا من البرامج الدراسية النظرية منها والتطبيقية الى ذلك تم انشاء عددا من المراكز الاكاديمية والتخصصية ولأهمية دور الجامعة فقد تم انشاء العديد من الكليات الفرعية في عدة محافظات حيث اصبحت البعض منها جامعات مستقلة واصبحت جامعة صنعاء مع بداية العام الجامعي 2005-2006 تتكون من 20 كلية 12 منها في المركز الرئيسي بصنعاء وثمانية كليات فرعية كما ان الجامعة لم تتوقف عند مرحلة منح الشهادة الجامعة الاولى بل انطلقت في مطلع الثمانينيات بمنح الشهادات الجامعية العليا ابتداء من الدبلومات العليا ثم من منحة درجة الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات في معظم الكليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات قناة العلاء اليماني